أهلا بكم مرة أخرى أطلعت وكالة ناسا الأمريكية الرئيس يو بايدن على أعمق صورة للكون تم التقاطها على الإطلاق الوكالة قالت في تغريدة لها عبر تويتر بأن الصورة التي تم التقاطها من خلال التليسكوب جيمسويب الفضائي تظهر مجرات لم تكن ظاهرة سابقة للبشرية لافتة إلى أنها عبارة عن عنقود مجري يضم الآلاف من المجرات التي تشكلت بعيد الانفجار العظيم قبل أكثر من ثلاثة عشر مليار سنة بعدما يقرب من عشرين عاما من العمل على تطويره المرصد الفضائي جيمسويب يلتقط لأول مرة صورة تظهر أبعد ما تمكنت البشرية أصده ووفق ما أوردت وكالة الفضاء ناسا التليسكوب سيكتشف الأجسام الموجودة في النظام الشمسي إضافة إلى الأغلفات الجوية للكواكب الموجودة خارج المجموعة الشمسية والتي تدور حول نجوم أخرى ما يوفر لنا مؤشرات عما إذا كانت أغلفتها الجوية مماثلة لغلاف الأرض ويتوقع أن يتيح التليسكوب إمكانية مراقبة المجرات الأولى التي تشكلت بعد بضع مئات ملايين السنين فقط بعد الانفجار العظيم بالإضافة إلى الكواكب الموجودة خارج المنظومة الشمسية جيمس ويب مشروع تبلغ قيمته عشر مليارات دولار وأطلق بنجاح في ديسمبر فيما هو حاليا على بعد مليون ونصف مليون كيلو متر من الأرض ويتمتع التليسكوب بقدرة رصد ظواهر فضائية أقدم من تلك التي استطاع التليسكوبات رصدها بفضل مرآته الرئيسية الضخمة وأدواته التي تلتقط الإشارات تحت الحمراء وحول هذا يلتحق بنا من عمان الدكتور حنى صابات الرئيس السابق للجمعية الفلكية الأردنية والباحث في المركز الأقليمي لعلوم والتكنولوجيا الفضاء دكتور أهلا وسهلا بك معنا مثل هذا التليسكوب الذي استغرق تقويره ربما 30 عام وكلف ما يقارب ربما أكثر من عشر مليارات دولار ما القيمة المضافة التي سيقدمها ومن الممكن أن يفهمها من لا يدرك في تفاصيل علم الفضاء بعد نجاحه اليوم في التقاط مثل هذه الصورة طبعا هذا هو سؤال مهم وشكرا لكم على هذه الاستضافة وعلى طرح مثل هذه الأسئلة بهدف توعية الجمهور حول موضوع علوم الفضاء والفلك في الحقيقة علينا أن ننظر إلى بعض مواصفات هذا التليسكوب يعني هو أضخم تليسكوب فضائي يتم إطلاقه عبر التاريخ على سبيل المثال كمقارنة تليسكوب هبل الفضائي الذي أطلق في بداية التسعينيات عام 1990 كان قطر مرآته الرئيسية 2.4 تقريبا 2.5 مترا بينما هذا التليسكوب نتحدث عن 6.5 متر قطر المرآة الرئيسية وبالتالي قدرتها على تجميع الأشعة فائقة تفوق كثيرا قدرات تليسكوب هبل الفضائي هذه من ناحية يعني عندما تكون كبيرة بهذا القدر تستطيع أن تجمع كمية أكبر من الضوء طبعا الضوء الذي نتحدث عنه ليس الضوء المرئي وإنما هو الضوء الأشعة تحت الحمراء والأشعة تحت الحمراء هي منطقة من الطيف الكهروم الناطيسي التي تزيد طولها الموجة عن 600 نانو متر وهي الأشعة الحرارية ما ندعوه بالأشعة الحرارية في حياتنا اليومية هذه الأشعة حقيقة تعبر عن تنطلق من المناطق الباردة في الكون يعني مثل الغازات الجسيئية في الفضاء مناطق تولد النجوم حديثة الولادة المجرات المبكرة النجوم المبكرة إلى آخر وهي لهذه الأشعة تحت الحمراء قدرة فائقة على اقتراق الغبار هذا متعذر بالضوء المرئي يعني ضوء المرئي شوية غبار كما يقال تحجب قدرة الضوء المرئي على الاختراق بالتالي مراكز المجرات قلوب المجرات لا يمكن رؤيتها بالضوء المرئي لكن يمكن رؤيتها بالأشعة تحت الحمراء وإذا رؤيت دكتور بهذه الطريقة اسمح لي فقط يعني إذا رؤيت بهذه الطريقة وهذا التفصيل ربما العلم الذي ذكرته الفرد البسيط على مستوى الكرة الأرضية كيف سيكون انعكاس كل هذا الكلام عليه حتى نفهم الصورة بشكل أدق نعم هناك شقين في البداية يعني ما يهم علماء الفلك والفيزيائيون الفلكيون وعلماء الكون ومن جرى مجرهم يهمهم أن يفهموا هذا الكون وبأجرام مختلفة يعني من ناحية علمية هي أسئلة علمية مطروحة كيف أتى الكون من أين أتى ما هو عمر الكون كيف تكونت المجرات الأولى في الكون كيف تشكلت النجوم الأولى في الكون كيف تشكلت الكواكب الأولى في الكون هل هناك حياة أخرى في هذا الكون عدا الحياة على الأرض هل هناك حياة ذكية أيضا في الكون وليس فقط حياة بسيطة كل هذه أسئلة كبرى ما زال الإنسان يحاول أن يجيب عنها هذا أولا هناك شق آخر هو الشق التطبيقي خلال العشرين أو ثلاثين عاما التي ذكرتمها في عملية تطوير كليسكوب جيمز ويب طبعا هناك تقنيات حديثة لم تستعمل من ذي قبي تم تطويرها ووجد أن بعض هذه التقنيات ذات فائدة في مجالات أخرى قد تكون هندسية وقد تكون طبية يعني على سبيل المثال للحصر أذكر أن تقنية الليزك المستعملة حاليا في طب العيون يعني طب العيون البشر هي منتج جانبي من أحد التقنيات التي طورت لتطوير بصريات تيليسكوب جيمز ويب على سبيل المثال إذن هناك فوائد حقيقة جمع لعلوم الفضاء دكتور ريد أسألك عن نقطة مهمة أيضا من ضمن هذه الفوائد هل هناك ما سيفيد أو يكون له انعكاس على موضوع التغير المناخ الذي نشهده ونشهد آثاره بشكل كبير والتي قد تكون مؤثرة على الكرة الأرضية منه ليس له علاقة فقط كإجابة إذا سمعت نعم طبعا قد سؤال جميل لكن أعتقد أن العلاقة ليست مباشرة يعني أعطيك مثلا هذا تيليسكوب لم يرصد ليس مخصص لرصد الأرض لكن لو فهم الأغلفة الجوية للكواكب الأخرى يعني أعطيك مثلا تاريخيا أنه كوكب الزهرة عندما درس كوكب الزهرة في بداية استكشاف الفضاء من خلال مثلا مركبات فينيرا الروسية ودرس غلافه الجوي ودرجة الحرارة سطح الزهرة فوجئ العلماء أنه درجة حرارة سطح الزهرة أعلى من درجة حرارة سطح عطارد مع أنه عطارد أقرب إلى الشمس لماذا؟ وجد لاحقا لأنه يمتلك غلاف جوي كثيف جدا به نسبة عالية 97% منه من غاز ثاني أكسيد الكربون ما يسبب ظاهرة الاحتباس الحراري والدفئة إلى آخر وبالتالي فهم الأغلفة الجوية للكواكب الأخرى والكواكب حول النجوم من خلال هذه المعطيات قد تساعدنا على فهم أفضل لغلافنا الجوي طيب دكتور أنا بقي معي نصف دقيقة بالضبط أريد منك ربما إجابة تكون مختصرة هل ما حصل اليوم من هذه الصورة وهذا التلسكوب ربما المكلف والكبير والعظيم كما وصفته من خلال حديثك هل هو مؤثر في عملية سباق الفضاء الحاصل بين الدول والولايات المتحدة روسيا الصيني الأخير من دول؟ بالتأكيد يعني بالتأكيد هناك سباق جديد يعني أذكر يعني السباق الأول كان خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق ثم أصبح هناك تعاون يعني في الحقبة الجديدة ما بعد الحرب الباردة أصبح هناك تعاون بين روسيا من جهة وبين الأوروبا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومثال ذلك طبعا آي أس أس المحطة الفضائية الدولية الآن هناك سباق مجددا ويبدو أن هناك استقطاب يعني هناك شق فيه الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وبعض الدول الأخرى وهناك شق آخر فيه روسيا والصين وربما الهند معهم وهناك سباق محموم نحو استكشاف الفضاء وغزوة والاستفادة منه حتى في أعلى مستوى استخراج الثروات المادنية والطبيعية من الفضاء نعم هذا موجود شكرا جزيلا لك دكتور على ربما تفسيط المعلومة بشكل كبير والحديث عن هذا التلسكوب الذي يعني استغرق تطويره 30 عام وكلف ربما أكثر من 10 مليارات دكتور رحنة صابات الرئيس السابق للجمعية الفلكية الأردنية وأيضا الباحث في المركز الأقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء كنت معنا من عمان شكرا جزيلا لك اشتركوا في قناة السرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية معي أنا هاني الحجازي